بعد إقامة المؤذن للصلاة أسمع بعض الناس يقول أقامها الله وأدامها قبل التكبير ما صحة هذه المقولة؟ هذه اللفظة وردت عند الإمام أبي داود أنها تقال عند قول المقيم قد قامت الصلاة ولكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف الإسناد لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فإن الصواب أن هذه اللفظة لا تقال لا أثناء قول المقيم قد قامت الصلاة ولا بعد فراغه من الإقامة فإننا نتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد قالها ومن ثم فلا يشرع للإنسان أن يقول هذه اللفظة ترجمة نانسي قنقر